أستاذ حسن مستكاو في الشروق تحدث بعنوان تاج أفريقيا الأحمر مهدد واستعرض كل اللي حاصل وقال إن لسه فيه بصيص أمل للأهلي في الاستمرار بالبطولة الأفريقية بصيص مثل ضوء شمعة في كهف معتم والأمل مربوط بنتيجة مباراة سانداونز والهلال أولا بحيث يفوز سانداونز ويفوز الأهلي في مباراتيه الأخيرتين مع الأطن والهلال والفرصة الأخرى أن يتعادل سانداونز والهلال على أن يفوز الأهلي على الهلال بفارق أكثر من هدف ومع ذلك لا يجب نسيان ما جرى في بيريتوريا وقبله ما جرى في ملعب السلام إن المباراتين ارتبطوا بعض لأن الحالة اللي كان عليها سانداونز هنا عملت رسالة تهديد نفسي للعيب هناك ده كلامي مش كلامي الأستاذ حسن لا هو لا هو كده برضو لأن المقصود بالتاج أفريقيا الأحمر هو ألقاب الأهلي القرية القياسية وتفوقه الحاكم منذ سنوات ولعل أضيف تفوقه العربي أيضا إلى أن ينتهي الأساس حسن المستكاوي بعد استعراض كل الظروف بيقول أعلم أن الأهلي شأن الفرق الكبرى يشارك في كل البطولات وهدفه الفوز بكل بطولة لكن على إدارة الكرة في النادي وضع استراتيجية وترتيب الأولويات وسبق وأشرت إلى ضرورة وضع أولويات في الأهلي والزمالك حسب أهمية البطولات سواء أدبيا ومعنويا أو سواء ماليا واقتصاديا شأن كل الفرق الكبيرة دي برضو إشكالية آه دا من ضمن يعني هو الأهلي جزئيا عمل دي لما اعتذر على البطولة العربية كان متصار يقدر يراهن على استمراره في البطولة الإفريقية بص يا سيد زفراهيم أنا كنت أقول لك كده لو كان مصيرك في إيدك لوحدك الموقف ما بقاش كده وخلونا واقعي سانداونز يرغي يتكلم يهري يقول لك كسبتك خمسة مش عارف إيه لكن مش شايل غير همك إنت بدليل هو عارف إن بعد ما بتخسر بيحصل إيه بتستنفر إزاي ويهمه جدا إنك إنت ما تكونش موجود وما تكملش هنيجي لتفاصيل موقفه هنيجي لتفاصيل موقفه